اهلا بكم في درس جديد على قناة كيمتيج تكنولوجيا النهاردة هنشرح ازاي تقدر تنزل ريكافر معدل على عيهاته في اندرويد واكتر من طريقة طبعا وهنشرح طبعا وجهة الريكافر وهنستخدم TWRP وشرحنا قبل كده ليه بنميزه عن باي انوع الريكافر التانية ده بسبب السهولة بتاعت استخدام بتاعت قدر تتحكم في الريكافر وفي الخصص بتاعته عن طريق لمس الشاشة لكن الانوعات التانية عشان تقدر تتنقل ما بين الخيارات بتاعت تستخدم الازرار ممكن لو الازرار معطلة مش تعرف تتعامل مع الريكافر طيب طبعا احنا هنبتدي نجواب على الاسئلة في اول كل درس جديد هنبتدي نشرحها القناة دي لان الاسئلة بتاعت تكترق عن السوفتوير وده دليل ان الناس بتاعت تتقدم معنا في الضارة واستفادوا بيها وفي ناس كتير استفادت وعارف ان تطبق دروس اللي احنا بنشرحها طبعا في سؤال قال لي كان حد عايز يفتح البوتلودر طبعا برضو كان هاتف هواوي شرحته لتقول له من اهم حاجة انك تشتري الحساب بتاعت دي سي او تفضل تجرب مع الموقع اللي انا كنت شرحه في الدرس اللي فات طبعا عشان تنزل الريكافر المعدل بانا بفتح البوتلودر كان السؤال بتوع على هواوي ميت تونتي برو انا طبعا بشتغل شغل خارجي كفريلانس في المونتاج والفوتشوب بلستريتور وبشتغل كم موقع خارجي فيعني مش كل وقت القناة طبعا فمش بقدر اعمل دروس خاصة او ان اتكلم حدها خاص الناس اللي بتبعط لها الخاص طبعا مش بقدر اجاوب عليها طبعا زي ما تشايفين دي الاصدارات بتاعت الهواوي ميت تونتي برو والاصدارات بتاعته طبعا التدوينة دي ناسك تركت مقايمة بشكل كويس طبعا زي ما احنا عارفين لوها الحاجة هنزل ماجيستيك باتش كمان الرام ديسك باتشد اللي احنا شرحناه قبل كده واحد عمله باتشد ومخلصه بالماجيستيك كله هتمنى انك هتنزله طبعا البلاتفورم تول والادي بفاست بوتتول هنتين نتكلم عليهم النهاردة في الدرس ده وازاي تقدر تنزل ريكافر من خلالهم طبعا ده احنا قولنا ان الميت تونتي برو ملوش ريكافر اساسي من الشركة لكن في بعض المطورين معدلين ومنازلين فعالات ريكافر الخاصة بيه زي ما انا شرحنا ازاي تقدر تطلع فعالات ريكافر الاساسية وتعدل عليها من الجهاز ده شرحناه برضو في الدرس اللي فات ما تنسوش تفرجالات اللي هو في الدرس تظهر فوق طبعا دي الاوامر اللي انت بستخدمها اللي هو الفاست بوت ديفايس فاست فلاش ريكافر ان ديسك ريكافر دوت امش برضو الامر دي احنا شرحناه في الدرس اللي فات دي كات اجابة سريعة ازاي تقدر تنزل ريكافر المعدل للميت تونتي برو ولو عندك اياه سئلة تانية ما تنسوش تكتوبها لنا في تعلقات الفيديو تحت عشان نبتدي نجاوب عليها مع كل اول درس تمام اول حاجة عشان تبتدي تنزل ريكافر المعدل لازم تدخل على موقع تي دابلي واربي تيم وده طبعا هتلاقوه في فاس في الفيديو هتختار نوع جهاز بتاعك وليكن مثلا هواوي هتلاقوه طبعا كل اصدارات هواوي الموجودة او المتاح حاليا ممكن تلاقوه اصدارات اكتر في موقع تانية دي بتبقى الروم الاساسي بتاع الجهاز نعمل استخراجه معدل عليه اه طبعا ممكن برضو نختار سامسونج اللي هنشتعل عليه النهاردة مثلا بعدها بتختار بتشوف الاصدار بتاع الهاتف بتاعك ايه ونوع المعالج طبعا احنا شرحنا كل ده في درس قبل كده شرحنا ازاي تختار السوفت والتعريف المناسب وازاي تجيب النطاقة الاساسة والنطاقة الاصدار الاساسي الهاتف بتاعك زي اس ام جي سجمية واتش وكده طبعا احنا لو نزلنا التحت هنلاقي جي سيفن في كوالكم واكزنوس معي النسخة لفعل المعالج بتاع اكزنوس اه بس ده 2016 احنا هنروح ل 2015 اللي هو جي سبعمية اتش ايجزنوس اه طبعا لو انت معرف تشوف اصدار بتاعاتف بتاعك ممكن تفلوحة المفاتيح لنس اف تلاتة واتلاقي مربع بحسي زهر فوق ممكن من خلاله تكتب برضو اصدار الهاتف هيزهر لك مسان جي سبعمية طبعا بعدها بتكتب جي سبعمية طبعا زي ما تشافين تحددت مباشرة هنا معنا اه يعني ده كان شرح سريع انك تنزل الريكوفر من خلال موقع الرسم بتاعه طبعا زي ما قلنا ممكن تنزلوا موقع خارجية تانية كلها تعمله هتدوس على الخير ده طبعا هتلاقي لينكات التحميل هنا واحد امريكان وفي الاوروب طبعا مسلا نختار الامريكان تلاقي طبعا كل اصدارات التدابل واربيل القديم والجديد احنا ممكن نختار اخر واحد زي ما احنا شايفين بصغة برنامج الادين زي ما احنا شايفين بينزل تحت ونزل بشكل سريع لا طبعا ننزلينه من قبل كده زي ما احنا شايفين احنا ممكن نستخرجه اللي هو بصغة image او ممكن نخليزها ما هو ملغور بصغة MD5 عشان نبتد نستخدم برنامج الودن طبعا احنا شرحنا برنامج الودن ووجد برنامج الودن تقدر تشوف الدرية اللي هتزار فوق انا اعمل استخراج هنفتح برنامج الودن بتاعنا الرسالة المتعودين عليها طبعا فائل recovery ده طبع فائلات السيستم فممكن نختاره في ال-e-b زي ما احنا شايفين ندخل على الديسكتوب WRP 3.3.1 ندوس open طبعا بنحط الهاتف بتاعنا على وضع الدونلود وبعد كده بندوس start طبعا قبل ما تحط الهاتف في الوضع الدونلود بتفعل خيارات ال-e-b ووضع تحصيحة ال-e-b طبعا مش محتاجة اقول الكلام ده التاني خلاص اتعرف option طبعا تخلي auto start ده اتعلمها تمام وبعد كده بندوس start وبيبدأ الحرقة تمام على الهاتف بعد كده ممكن تستخدم طريقة تانية انك تستخدم البلاتفورم دولي الاجهزة التانية على فكرة ممكن استخدم الميريكل الميريكل زي احنا تقدر تحرق بملفات طبعا بعد ما بتعمل استخرجلي الاداة بتدوس shift click main وبعد كده بتدوس open partial windows وبعد كده بتكتب adp ادوس enter طبعا زي احنا شايفين فو مشكلة حصلت معنا قص المشكلة ده حصلت حلقة طبعا سهلة جدا كل اللي بتعمله بتطلع خلص من الاداة دي بتسيب المصار بتاع الملف موجود بدوس على my computer وبتدخل على properties لده بتختار system prediction advanced بعد كده بنختار الخرى للاخير بنحدد كلمة pass وبندوس edit بعد كده بننزل ندوس new من new بندوس كلمة browse بعد كده طبعا هنروح لمصار الاداة بتاعنا اللي هو platform وبندوس ok وطبعا ok ok وبنحدد برضه اخر مرة ok كده خلاص الاداة بتعملها تعريف المصار بتاعها هي دي كتر مشكلة اللي معانا نرجع ندوس تاني shift وزر الفرع الايمن بعد كده بندوس open partial وندوس adp زي احنا شايفين كل الخصوص وكل الامر ممكن استخدامها مع الاداة ظهرت طبعا عشان نبتدي نحرع recovery معدل في الاداة مبتداش تستخدم الحاجة بmd5 فاتر استخدامها .image زي ما احنا عارفين طبعا لو الملف بتاعك ما تحاولش من image وكان يفضل على صغط الامد 5 ومعندكش برنامج حاول الصياء احنا كنا نشرحين قبل كده في الدرس اللي فات اللي هو ازاي تقدر تعمل روت عن ترين ماجلسك مناجر لجميع حواتف سامسونج من غير recover معدل تقدر تحاول ملف الامد 5 في الامج والعكس ولو امج من lc4 الامج عادي برضه والعكس طبعا نستخرج مثلا ملف recover من هنا زي ما احنا شايفين ملف recover هي بـ .image هنقوله المصاري الاداة زي ما احنا شايفين الملف اهو طبعا الامر موجودة كلها اسفل وصف اول حاجة بتكتب robot bootloader عشان الهاتف بتاعك يقلع على وضع الbootloader طبعا بعد بتاخد الامر بتاع الكوبا هتلاقوه طبعا كل الامر دي في التدوين اسفل فيديو بتروح للمكان الفوضي هو في الاداة بتاعت الpower shell وبتدوس edit وبعد كده بست بعد كده بتدوس enter طبعا انا مش موصل الهاتف دلوقتي اه طبعا زي ما انتم شايفين لو الهاتف متوصل الامر دي اتفعل مباشرة ودخل معك على الوضع الbootloader بعد كده مثلا بعد كده بتكتب fast boot flash recovery dot image الامر التاني ده لو ما اتفعلش معك مباشرة بتروح على الملف اللي انت استخدمت واصر الاداة وبتحدده وبعد كده بترجع تاني للاداة وتكتب الامر ده تاني وبتدوس enter وبتدوس عليك الكتاب او ممكن تشد خلص الفائل الركوفري وتلميه هنا وتدوس enter طبعا نمسح الامر اللي عالينا طبعا فلو الاداة ما تفعلش معك بتاخد ملف الركوفري وتعمله لصق هنا في مصار الاداة وبعد كده بتدوس enter تمام طبعا وبعد كده بترجع تاني تكتب المصار بتاع الفلاش fast boot flash recovery dot wrb dot image طبعا بعد بمتاهم معك بشوية بدوس fast boot robot عشان يرجع لوضع السيستم وبكده الركوفري بيكون تم تفليش معك على الهاتف بتاعك وكده يبتقدر تستخدم ريكوفري المعدة على الهاتف بتاعك من غير بتستخدم برنامج الاداة طبعا ممكن نستخدم برنامج الميريكل طبعا ممكن نفتح برنامج الميريكل بنا شرحناه اكتر من مرة طبعا زي ما انتوا شايفين علامة الايكسي متشفرة ومششغلة عشان ما فلتش الديفندر لازم تغفل الديفندر بعد ما بتغفل الديفندر عندك بتلاقي المشكلة بتاعت الايكسي بتاع الميريكل اللي الناس كتير رسالتنا عليها بتختفي دا عدين جوابنا عليها في الدرس ده لازم تغفل الديفندر عشان البرنامج يشتغل معاك طبعا بنستاني شوية قولنا عن دي نسخة مقاركة فبتبقى تقيلة الميريكل بنختار قائمة سامسونج الهتف طبعا بتاعي سامسونج فبنختار قائمة سامسونج وبعد كده بنروح لرائت فلاش بنختار اول خيار لاول فايل وبنحدد طبعا فايل الريكاوري اللي احنا بنزلينه بندوس اوبن طبعا مش موصل الهاتف لو موصل الهاتف ونحط لعضة داونلوود وندوس على كلمة ستارت و بوتهم هيبتدي ارى لنا الهاتف بتاعنا ويبتدي كل خاصيات سمع ان تشتغل بشكل عاد وشكل تلقائي ويبتدي يحرق لك الريكاوري وبعد كده مبالعة من رستارت طبعا برضو تقدر تدخل على الفاست بوت من خلال برضو برنامج الميريكل برضو نفس الكلام مع هاتف هواو الفيرموير وبتختار فايل الريكاوري وبتعمله حرق امن هنا وهنا بيقول لك روبوت افتر فلاش نعمل لك رستارت بعد ما نزل فلاش بتاعك او ملاف السوف طبعا نتلع ببرنامج الميريكل في ناس بتستخدم التطبيقات عشان تطبيق بتاع تيدابلو اربية عشان تقدر تنزل الريكاوري طبعا ما بنصحش بالطريقة دي طبعا دي مش بتنفع مع كل الهواتف في هاتف اي وهاتف لا واحيانا بعد ما بتعمل الحركة دي بلاي الهاتف معي درب صوفت ما عرفش بتحصل مع كل ولا لا ثم اكتر مرة كنت بجرب الطريقة دي بلاي الجهاز وقف على شعار الريبوت بتاع الشركة وماشتغلش خالص فيفضل منستخدمش الطريقة دي وتستخدم الطرق بتاع تبرامج العادية طبعا يبتدي نشرح دلوقتي الوجهة بتاع تيدابلو اربية بعد ما بتنزله عالجهاز طبعا نشرح الوجهة بتاع ريكاوري المعدل اول حاجة عندنا انستول انستول دي بتساعدك انك تحرق ملفات الرومات او ممكن من خلالها تحرق ملفات الروت او ملفات اسلاحية للنظام طبعا انتدلوقتي بتحرق الملفات اللي بصغة ZIP لو عايز تحرق ملفات بصغة image زي اللي احنا قولنا فيه ملفات بصغة image زي الريكاوري وغيره بتبع موجودة عب نقدر نحرقها ببرامج تاني على انخرال الجهاز الكمبيوتر كل اللي بتعمله بتروح تدوس على كلمة image كده خلاص نتقدر تحرق الملفات اللي بصغة image جهاز تحرق بZIP بدوس على نامة ZIP كده تقدر تحرق الملفات المضغوطة بصغة ZIP طبعا عندنا برضو الويد الويد دي من خلالها بتقدر تعمل format للسيستم كامل كل اللي اعمله بعد ما بتعمل ويد مباشرة عشان تعمل ويد مباشرة بتسحب السهم ده طبعا لو عملت ويد مباشرة الجهاز بتاع كل الانظمة وكل الملفات اللي عليه بتتحاش خالص فانت بتخترع advanced weight بتحدد الملفات اللي انت عايزها طبعا ممكن تحدد كل الملفات مع عدم لو عندك حاجة من OTG وكده عاستو formatو formatو عندك ال data ممكن تفرمت ملفات الكاش وبعد كده بتعمل تشد برضو السهم ده اللي هو sweep to weight وكده بتعمل format تمام؟ عندك ممكن تعمل format لل data بدوس على كلمة format data برضو عندنا backup الناس اللي بتحتاج تعمل backup للجهاز قبل ما بتادي يعمله ويرموا ملفات الroot او يبدو يعدله ونزله custom room او يبدو يعمله اي حاجة في النظام عشان الجهاز ما يبصه خالص او يتلف دايما لازم يبقى معك نسخه احتاطيلي الجهاز بتاعك عشان تفضل ضمن ان في اصلاح الجهاز وممكن تقدر تعالج المشكلة اللي حصلت عن طريق التعامل مع ملفات الصوف طبعا بتعمل refresh size لو انت مدخل بلفات جديدة والrecovering كان شعريها طبعا بعد ما بتعم بتحدد الملفات طبعا بتشد برضو السهم ده لكن طبعا بتحدد المكان اللي انت هترمي فيه الملفات ممكن ان تريد اوتو جي ممكن ان تريد زكارة الهاتف نفسه لو وسعت الهاتف بتاعتك كبيرة ممكن مايكرو اس دي كارد اللي هو الكارت المومري عندنا برضو كلمة restore وده اللي خلالها بتقدر تعمل restore للملفات اللي انت كنت حارقها من ملفات الباك اوب وغيره طبعا لو انت محددها في الوتو جي او في الكارت المومري او مكان معين في زكارة الهاتف بتحددها من خلال كلمة select storage طبعا بعد كده عندنا خاصية mount mount ده خاصة باصلاح ملفات الpartition ومشاكل بتاع الpartition اللي غلب بتعمل علامة صح هنا على mount system partition read only احيانا دي بتساعدنا ان احنا نصلح المشاكل المشاكل ممكن تحصل اثناء التعامل معناها للملفات والمشاكل اللي اعطالي خاصة بpartition ان تعسيم الملفات على الهاتف والتعامل مع ملفات recovery طبعا عندنا كلمة setting setting ده خاصة بالrecovery نفسه زي عندك كلمة على طول بتلاقي كلمة صحف انواع recovery الجيد في اخر اصدار للTWRB كلمة promote tounis tool TWRB باللي احنا الابللنا من خلاله تقدر تنزل ملفات recovery للهاتف مباشرة او تعديس اصدارات الجديدة بعد ما تفتح ال bootloader بس انه طبعا ما بفضلش استخدام تقدر تستخدم كلمة 24 ساعة اللي هو ضبط الساعة والوقت والتاريخ تقدر تتحكم في الاضاءة تقدر تتحكم في كل حاجة من خصائص recovery الوقت اللي هتفل فيه شاشة طبعا brightness تحت تتحكم في الاضاءة زي ما انت عايز نحن تشايفين احنا علينا الاضاءة الاخر طبعا مش واضح جدا في التصوير عندنا برضو كلمة advanced advanced دي بتساعدك انك تعمل copy log اللي هي كوبي للملفات او البيانات اللي بتظهر اسنان انك بتحرق root او بتنزل custom room البيانات دي كلها اللي بتظهر تقدر تعملها كوبي ADP side load بيساعدك انك تحرق ملفات خارجية من عن طريق الملفات الاصلاحية وملف backup بس انت ملف ال backup ده موجود عندك على جهاز خارجي زي الكمبيوتر وكده ومعندكش قدر انك تستخدم OTG او الجهاز مش بيدعم OTG تقدر تستخدم side load تري منها لتفتح وجهة مستخدم جديد file manager بيساعدك ان تتحكم في ملفات recovery او ملفات table rb reload scenes دي بتساعدك انك تعدل على الوجهة بتاع ال TWRB وطبعا اكتر خيار احنا محتاجين او اكتر خيار مهم اللي هو install TWRB ترجع لل recovery العادي بتدوس عليه وكده خلاص ال recovery اللي قديم بتاعك بيرجع وrecover المعدل بيتم بازالتو تماما مجرم تعمل صفتة لانوزه دي كانت مراجعة الاهم الخصائص الموجودة في recovery طبعا اخر حاجة ممكن تعمل روبوت لوضع download او انتعمل ببار افتت في الهاتف او تعمل تشيرجع معاكل الوجهة الاساسية بتاع الهاتف طبعا ده كان شارح استرياء الوجهة recovery المعدل وازي تقدر تنزل اشترك في رابع كتر من ترية معاك بك الشارح متنزلش لايك وشير وسبسكرايب